بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله موضوعنا اليوم هو عن أهم أنواع الزيوت النباتية وفوائدها الصحية والجمالية وكيف نستخدمها توجد العديد من أنواع الزيوت النباتية التي يتم استخدامها في مختلف مجالات الحياة ومن أهم أنواع الزيوت النباتية هي زيوت مفيدة للصحة وزيوت ذات فوائد جمالية أولا الزيوت المفيدة للصحة توجد العديد من الزيوت التي قد تستخدم في الطبخ للاستفادة من فوائدها الصحية مثل زيت الزيتون يتم استخراج زيت الزيتون بعصر ثمار شجرة الزيتون وله فوائد صحية عديدة فهو يحتوي على دهون مفيدة للقلب ومواد مضادة للأكسدة تحمل جسم من الأمراض أيضا زيت دوار الشمس يستخرج زيت دوار الشمس من بذور زهر الدوار الشمس وهو من الزيوت المستخدمة في الطهي يعني في الطبيخ وهو غني بأحماض أوميغا 6 الدهنية كما قد يوفر خصائص تقلل من الالتهابات إضافة إلى أنه من الزيوت الجيدة لصحة القلب طبعا زيت دوار الشمس غير المهدرج وينطبق ذلك على كل أنواع الزيوت النباتية طبعا كل أنواع الزيوت النباتية غير المهدرجة هي زيوت صحية أما الزيوت المهدرجة والمكررة فهي زيوت غير صحية أيضا زيت الفول السوداني يعج زيت الفول السوداني من الزيوت الجيدة لصحة القلب ويستخدم عادة للقلب أيضا زيت الأفوغادو يحتوي زيت الأفوغادو على دهون صحية أو حادية الإشباع مما يوفر فوائد عديدة للصحة هذه هي أهم الزيوت المفيدة للصحة ثانيا زيوت ذات فوائد جمالية توجد العديد من الزيوت التي يتم استخدامها لتحقيق فوائد جمالية إما للشعر أو للبشرة أو غير ذلك مثل زيت جوز الهند يمتلك زيت جوز الهند خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات والأكسدة كما أنه قد يساهم في تعزيز شفاء الجروح ويعد من الخيارات الجيدة للشعر التالف أيضا زيت اللوز قد يساهم زيت اللوز في توفير خصائص تحارب علامات التقدم في السن وتساعد على حماية البشرة أيضا زيت الجوجوبة قد يساعد زيت الجوجوبة على تحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة التي يتم تطبيقها كما يساهم في توفير فوائد خاصة به تتمثل في تعزيز شفاء الجروح وتوفير خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة أيضا زيت شجرة الشاي قد يستخدم زيت شجرة الشاي في تخفيف حب الشباب ومحاربة العدوى الفطرية إضافة إلى تقليل الالتهابات أما عن كيفية استخدام هذه الزيوت لفوائدها الصحية والجمالية وللحصول على فوائد الزيوت الصحية يمكن إضافتها إلى الوجبات والأطباق المختلفة عند تحضيرها فمنها ما قد يكون مناسبا للسلطات والصلصات وما يشبه ذلك مثل زيت الزيتون البكر ومنها ما يناسب الطهي مثل زيت الزيتون الخفيف والزيوت النباتية الأخرى طبعا اللي قلنا غير المهدرجة أما بالنسبة للزيوت المستخدمة لفوائدها الجمالية فيتم عادة تطبيقها موضعيا على الشعر أو البشرة لكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذه الزيوت أو الإخصائي لأن بعض الزيوت قد تكون مناسبة لأنواع محددة فقط من البشرة طبعا اللي بناسب البشرة الدهنية غير اللي بناسب البشرة الجافة أو لأجزاء محددة من الجسم كما ينصح بإجراء اختبار الحساسية قبل تطبيق الزيوت على البشرة للتأكد من عدم تسببها برد فعل تحسسي وعادة يتم تخفيفها بزيت الزيتون أو ما شابه ذلك ويكون ذلك باتباع الآتي ضعي كمية قليلة من الزيت على جزء صغير من يدك طبعا في منطقة غير مكشوفة وترك الزيت لمدة 24 ساعة وراقبي ظهور الأعراض وفي حال عدم ظهور أي أعراض يمكنك استخدامه على جزء أكبر في الفيديو القادم سنتحدث عن أهم الزيوت الطبيعية هناك حوالي 40 نوع أو أكثر وأهم فوائدها العلاجية أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع لا تدعها تتوقف عندك شاركها ولك الأجر والثواء دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله